عمي، أنت لازم ترتاح جرحك جيد والقطب ممكن يفقه عدنان، الله يوفقك نام شوي ورتاح لو تشوف قديش خفنا وقت اسمعنا بالخبر بقى لا تخوفنا عليك أكتر من هيك خلص، تركوني لا حيا عن نوم، بكرة بالقبر برتاحه وبيش بع نوم ابني، قعد ورتاح بلا ما يفتح جرحك وصر لك شي لأ سمح الله لا تخافوا ما راح يصير شي يا أمي الجرح يلي بره بقدر يتحمل وجعه بس الجرح اللي بقلبي هو اللي راح يقتلني طيب ماشي، مادام ما بدك تطلع على غرفتك أنا راح أجيب لك مخدة لتتسطح واقف إمي أنا بطلع بجيبة إيلا روح ملك صحيح غلطت بس لو إنك سمعي، راح قلك شغلي التركيبة عنا بعيلتنا، غير عيلتك يا خانم يعني أنت لما بنتك غلطت نسيتي اللي سويته بعد ثلاثة أيام بس نحنا إذا بنتنا غلطت بشي منصوب إسلاح عراسه ومنقوسه ومننسى وجوده فوراً ما تحكي عن بنتي بالأسلوب الوسيخ إذا كنت غلطان إليلي بدل ما تنصحينا، تبهي على بناتك الحقيقة لحتى تنتبهي على بقاراتك بالأول اسأليهم وينهم هني هلأ عدنام بكفي هيك موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة